من أعماق الروح تحيا أحرفها بالحب نديا نسجيها همسة ضياء لسارين أعز هديا آية ذكر رتناها ومضة مشكات نبوية حكمة رأي جلسة شورا في بوستان نصحبه يا سكان الدار هلم هذي دردشة أسرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم في مساء جديد من مساء دردشة أسرية الذي نلتقي بكم عبره مساء كل ثلاثاء حديثنا في هذا الأسبوع عن شغالتنا هذه الشغالة نحن وهي ما واقع العلاقة بيننا وما المأمول وإين تكمل المشكلة إن كان ثمة مشكلة وما هي حدود عملها وحقوقها وكيف نستقبلها ونودعها وما طابع العلاقة بيننا هذه أمور وأخرى نأمل أن يتسع الوقت اللي حديثي فيها مع الدكتور علي بن محمد الشبيلي والدكتور عبد العزيز المقبل فحياكم الله وحياكم الله مشايخنا الكرام ولعلنا نبدأ من عندك يا دكتور عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحاب وعلى آله والصحاب يعني لا يفهم من كلامنا عن شغالتنا أنه نعيب على الذين يحضرون الشغالة أو يحتاجون إليها لكننا ندعو برؤية عقلية أنه يفترض أن الإنسان قدر الإمكان لا يأتي بالشغالة إلا في حدود الحاجة ونحن للأسف الشديد يعني طبيعة العصر اللي نعيش فيه وطبيعة حياتنا ومسلزماتنا وما كنا فيه وما إلنا إليه بدأت تتطلب مثل هذا الأمر لكن في الوقت نفسه إذا نحن استقدمنا هذه المرأة أنا في ظني أن هناك أموراً يجب أن نراعيها في قضية الاستقدام يعني من المشكلات التي تأتي فيه كثير من الأحيان المتصلة في قضية على سبيل المثال التحرش سواء كان هذا التحرش من قبل الشغالة نفسها أو من قبل بعض أفراد البيت من الذكور خالباً يكون مرتبط بكون الشغالة فتاة صغيرة أو جميلة أو شيء من هذا القبيل ولذلك الزوجات أو ربات البيوت بعض الأحيان يخدعهن يعني كونهن يرينا في الشغالة نوع من الديكور فهي ما تريد أن تكون امرأة مسنة ولا تريد أن تكون امرأة غير جميلة كأنها وصيفة معها نعم يعني تتنقل معها وتحمل بعض أشياءها لكن بعضهن لا أنا سمعت أكثر من واحدة وتقول والله أنا كنت حرصت لكن المكتب أخل بهذا العمل أو أنه للأسف الشديد اللي راح يجيب الشغالة أو يعقد الاتفاقية مع المكتب غير في قضية الشروط المتفق عليها لكن مع ذلك أنا أظن أنه حتى إذا جاءت الشغالة للبيت يعني أنه تبقى إذا كنت نتكلم في قضية هذا الموضوع بالذات تبقى بعيدة عن الاحتكاك بأهل البيت قدر الإمكان يعني في كثير من الأحيان تجديني مشكلات أنبهر يعني كانت الشغالة كأنها جزء من الأسرة بل كأنها أحد أفراد الأسرة اللي يعرف أكثر من غيره يسر إليه هذا وهذا يسر إليه فهي الدينمو للأسود لذلك أنا أقوله كلما أصبحت لها نظام نحن أتينا بها مثلاً افترض أمورها في البيت نحن نقسمين متى تقوم بالعمل هذا ما تقوم بالعمل هذا بحيث أنه إذا كان أفراد البيت الذكو متواجدين تكون منعزلة هي بعيدة وقت راحتها أو لوقت القيامها بأعمال تتطلب وجودها في غرف معينة كالغسيل مثلاً إذا كانوا غير موجودين تقوم بأعمال التنظيف والصيانة والأمور المتصلة بهذا إذن الشغال الآن لما نتحدث عنها في داخل بيوتنا حقيقة نحتاجنا أن نتذكر مسألة مهمة وهي أن أغلب من يقدو من المنازل يأتي من بيئات فقيرة ولذلك ليس لديها الخلفية الشرعية الأدبية الذوقية حتى من كم من بلدان فيها نوع من الجمال الطبيعي ونحو ذلك لكن لما تأتي لهذه الأسرة هي أسرة فقيرة ما الذي جاء بهذه الفتاة إلى بلاد المسلمين إلا من أجل أن ترعى أسر هناك وترعى أباها وأمها وأولادها أحياناً إذا كانت متزوجة وجود مثل هذه الخلفية لا شك أنها تشعرنا بعظم الدور الذي ينبغي أن نمارسها مع هذه المرأة بتعليمها وتأديبها خاصة إذا كانت مسلمة فهي بحاجة إلى أننا نحن كأسر أننا نرفع من شأن هذه الفتاة في أمور كثيرة هي بحاجة إليها ثم الأمر الثاني عندما تأتي هذه العاملة هذه الشغالة الخادمة في داخل المنزل ينبغي أن تكون هناك ضوابط واضحة لها من بداية مجيئها في المنزل يعني بعض الأسر تقول إذا نحن زوجنا مثلاً زوجي لا أريدك تريها أبداً وإذا كان موجوداً تكون في مكان آخر منأزل إذا كان هناك شباب كبار في مرحلة مراهقة ونحو ذلك تكون بعيدة عنهم توضع ضوابط في داخل المنزل منها يشعر الزوج بحرية والأمر الثاني والمهم أن هذه المرأة هي بذاتها ترتاح لأن كونها تختلط مع أهل المنزل يسبب لها ترى نوع من القلق والمشاكل الكثيرة والآن نحن في المكاتب تسمع قصص مهولة تسمع هروب من المنزل بسبب تحرش من الرجل الكبير أحياناً أو الفتيان في داخل المنزل ونحن لا نريد الحقيقة نركز على الشيء السلبي لكن أذكر من القصص التي مرت علي أن شخصاً له علاقة عميقة جداً بالعاملة في المنزل والسبب مثل ما تفضل به الدكتور أنه أحياناً قد تكون لديها مواصفات قد تكون أكثر من مواصفات عمتها ولا سيدتها بداخل المنزل أي نعم يكون فيه نوع من الجمال والمبالدان قادمة بل أحياناً وليسمح لها الإخوة الحقيقة بذكر هذا الأمر أنه قد يعقد عليها قبل ما جي أهل المنزل ويتزوجها في بلادها ويأتي بها وهي زوجة في داخل الميت لهذا يبدأ الصراع بعد ذلك لأنها لا تأتي خادمة إنما تأتي هي كزوجة وإذا تصبر في الشهر الأول والشهر الثاني فترى أن هذه معززة مكرمة وهذه تعمل لمنتصف الليل وهي زوجة في الأخير يعني هذا من المواضيع التي ينبغي أن ينتبه الأهلي أنه هذا حتى شرعاً يحتاج إلى يعني النظرة شرعية فيه ليس في عدل بين هذه وبين هذه وهي زوجة شرعية بكتاب الله وسنة رسوله جميل وبما أننا لازلنا في الحديث عن استقدام الخادمة وشروطها من الجونب التي ينبغي أن يهتم إليها جانب الشرعي الحرص على استقدام الخادمة المسلمة ومما يؤسف له أنه أحياناً يتكلم بعض الناس وأن الخادمة الكافرة غير المسلمة هي أفضل وتقدم خدمات أكثر وهذا ربما غير مبني على حقائق مثبتة وأحياناً والله عز وجل يقول وَلَا أَمَتُمُ مُؤْمِنَا خَيْرُمُ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ حينما تقدم الخادمة وهذا يعالج كثير من المشاكل التي تستكي منها البيوت أن الخادمة تنتقم أحياناً أو تفعل أشياء سلبية هذا ناتج عن سوء المعاملة في البيت صحيح ابتداء من الاستقدام أو الاستقبال يعني أنا أذكر مرة كنت في أحد البلدان التي تستقدم منها الخادمات وحينما كنت في المطار راجعاً إلى بلدي أسمع صوت أحد الأطفال يبكي التفت الأب ماسك الإبن بيده يبكي والإبن الآخر محمول يبكي ويحاول أن ينفلت من أبيه هذا الطفل الصغير أمره أربعة وخمس سنوات فأردت أن ألتفت إلى أين يريد أن يذهب هذا الطفل فإذا هو يريد أن يذهب إلى أمه التي ستأتي إلى هنا وهي تبكي وهي تحاول أن تدافع عبرتها وتنتقل عنهم وتذهب إلى الطائرة ركبنا الطائرة في الطائرة تجد الوجوم على الراكبات لأن أكثر من كانوا معنا هم من هذا البلد ومن استقدمنا الخدمة حينما أتى المقدمة الوجبة لنا في الطائرة قدم الوجبة وعينما انتهى أخذ الوجبات نحن أكلنا وجباتنا تجد كثير من هذه الخدمات قدمت صحا ممتلئا لم تستطع أن تأكل شيئا لأنها لا تعلم إلى أين ستذهب ومع من ستعمل وما هي المعاملة التي ستلقاها عندنا نماذج سلبية لكن عندنا نماذج إيجابية في الاستقبال بعض النساء حينما تستقبلها تحتضنها وتسلم عليها وتبش في وجهها وتقدمها في اليوم الأول تقدم لها وجبة غداء أو عشاء لأنها أتت من المطار لم تخدم هذه الموقف لن تنساها الخادمة تمكنها من الاتصال على أهلها في نفس الوقت وليطمئنان عليهم تقدم لها ملابس مناسبة تجعل لها مكان له خصوصيته هذا الموقف سيبقى في ذهن هذه الخادمة صحيح وسيجعلها تحاول أن ترد الجميل لهذه المرأة وتتعامل معها بالحسنة وسنتجنب كثيرا من المشكلات التي تقع مع الخادمة بإذن الله يعني كأنك أنت تريد أن تقول بأن الخادمة إنسانة قبل كل شيء جميل يعني لا ننسى والدكتور قبله شوي أيضا يقول هذه أمرأة فقيرة يعني الخادمة ما تخرجت من جامعة ولا تخرجت من مدرسة وحتى ما تأهلت يعني أنا في ظني وإن كان أسمع أحيانا أنه فيه يعني جلسات خفيفة تتأهل لكن هي تتعرف فقط تعرف سريع على البلد الذي سقط عاداته طبعا البلد الذي ستقدم لكن هي في النهاية يعني خادمة بسيطة فقيرة يعني حتى بعض العائلة تعجب أن تنعتمادهم عليها فيه أشياء كثيرة جدا مع أنها نظافتها بسيطة تعليمها بسيطة أمورها بسيطة لكن أرجع القضية إنسان إنسانية الخادمة يعني نسمع بعض الأحيان أشياء وصلت إلى القتل والتأذيب ونحن نقول بحمد الله أنها ليست كثيرة لكنها موجودة العقوب والضرب بعض الزوجات قد تشتكي وتستشير طيب أنا زوجتي ترفض العمل زوجتي تتباطى خادمتي تتباطى في العمل ترفض العمل أنا أقول بعض الأحيان والله لأن تخسري مالا وترجع الخادمة خير من أن تلقي الله سبحانه وتعالى وكذا يعني بذنب هذا مثلا الضرب أو التعذيب أو حرمانه من حق لها طعام أو حتى راتب أو شيء من هذا القبيل خاص أنه في كثير من الأحيان نجد أنه هذه الخادمة يعني لسبب نفسي مثلا قد تخشى مثلا تعرضت لشيء فهي تخشى البوحة به قد أتيت أو دفعها صاحب المكتب بطريقة معينة عن طريق الراتب مثلا بنسبة معينة قد تكون خسرت قد تكون كما ذكرت أنت في البداية جاءت من بلدها وهي تحمل أعباء نفسية كثيرة جدا تتذكر أولادها تتذكر أشياء منها لكن بعض السبق أنه كلمتني يعني زوجات وأمهات تقول أنا نادمة يعني في شغالة مثلا كنت اتهمتها بالسرقة و الحقيقة ضغطت عليها و سويت معها كذا و كذا و كذا و راحت و فتشتها تفتيش دقيق و لقيت شيء و كذا ثم في الأخير بعد ما راحت بشهرين اكتشفت إما اكتشفت السارق اللي سرق هذا الشيء أو اكتشفت هذا الشيء موجود و لذلك التعجل يعني في هذا الأمر أو رؤية أنها الخادم اللي جتنا قادر على أن تحمل يعني أعباء البيت كلها و تعمل الأمور كلها و تصبح روبوت يركض و يجي و كذا أو تقوم بالأعمال بحرفية غير عادية أنا أعتقد أننا نرضى أننا جلبنا خادمة هناك خادمات قد تجلب بعض الأحيان بربع آلاف كمربية ربما هذه اللي نتخرجت من معهد و معهد مثل الممرضات على سبيل المثال مع تقنية التمريض و ما يتصل فيها و كذا لكن هذه خادمة جاءت في العصل للأعمال لي ما تحتاج إلى التعلم و هذه الأشياء اللي تفضلتم بها قبل قليل يا إخواني يعني حسن التعامل مع الخدم أمر شرعي ليس هي قضيها الآن تتفضل بها هذه المرأة أو هذا الزوج على هذه العاملة النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم تطعمهم مما تطعمون وتكسون مما تكسون و الله عزوه يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتي ما كسبتم يعني أحيانا نجعل لهم الزائد من الطعام نعطيهم الأشياء السيئة عندنا بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يضرب خادمه قال تذكر قدرة الله عليك فالإنسان مثل ما تفضل الدكتور بأن هذه الخادمة إنسانة لها كرامتها لها عزها وقد تكون أحيانا في بلادها إمرأة لها قدرها وقيمتها ثم تجي أعوزتها الحاجة إلى أن تظل في مثل هذه الأماكن ومن ثم تجد أنها تهان لهذا هذا الانتقام الذي نجده أحيانا في قصص مؤلمة سببه فعلا كما ذكرتم قضية سوء التعامل من هذه المرأة يعني إمرأة تظل منذ استيقاظها في الصباح إلى الساعة الثانية عشر ليلا وكثيرا من مذكرات الخادمات التي تكتب وتحكي عنهم تحكي مأساة في داخل المنزل نحن لا نستطيع أن نقوم بثلث ما تقوم بهذه المرأة وإنما جلبت هذه المرأة من أجل المساعدة ومع هذا نجعلها تعمل في اليوم أكثر من ثمانتعشر ساعة وكأنها آلة فأين الرحمة وأين مراعاة هؤلاء الناس وأين الرفق بهم وأين حسن التعامل معهم كما حثنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم هنا قضية ذكرتها قبل قليل في مسألة ارتباطهم مع الأولاد وأن فعلا البنت تكون متعلقة بهذه العاملة بهذه الشغالة وهذه مسألة خطيرة جدا تربويا أن تجد فتاة صغيرة في سن سنتين ثلاث سنوات وتكبر من بداية حياتها ومتعلقة بعاملة الأسوأ من هذا أن تكون هذه العاملة كافرة فتلقن هذه الفتاة مبادئ لا تستطيع الأم أن تراها أبدا وكم قرأنا من قصص مؤلمة لأناس يتعلقون بالصليب وتعلقون بأشياء بعبادات دينية ليست من عبادات المسلمين بسبب أن هذه العاملة أو هذه الشغالة الخادمة في داخل المنزل بمجرد أن تذهب هذه الأم تمارس طقوس معين مع هؤلاء الأبناء وأنا أذكر الدكتور برهام الخليفي الله يمسي بالخير في هذا اللقاء الحقيقة أفاد مرة فائدة أن شابا عمره 23 سنة قابل الدكتور في مسجد من المساجد وقال له يا دكتور تراني كبير أمامك وهو شاب مستقيم أيضا يعني ظاهره الصلاح لكن يقول تعلق بالخادمة أنني لا أستطيع أن أعيش بدونها وقد سافرت هذه الخادمة إلى بلدها فكان إذا اشتاق إليها يحجز إلى تلك البلاد يقول بمجرد أن أصل للقرية التي هي فيها أرمي بنفسي على حضنها وأبكي وصل لهذه المرحلة أنها عاشت معه ردحا كبيرا نعم ولهذا تجد أبناء أنا الآن يتكلمون قلمات وعبارات أجنبية وغيرها ما أبغى أقول تراماكاسي ولا سماسما ولا أبا كبر وفعلا الطفل صغير لهجته أصبحت كان عندكم خادمة دكتور لا لا الحمد لله أنا الصامد إلى الآن بحمد الله لكن فعلا تجد أطفال صغار لكن يعرف هذه العبارات أنت تعرف أبا كبر يش معناها؟ لا ولا ما عارف يعني كيف حالك من الدونوسي سماسما لا سماسما يعني سوا سوا وتراماكاسي يعني شكرا جميل أنت شرطي شيخ لعلاقة الخادمة بالطفل هذه ينشأ عنها ضرار كما قلت أنت عقدية أحيانا إذا كانت يعني عقدتها مثلا غير مسلمة وأحيانا أضرار لغوية أحيانا يرتبط الطفل الصغير بالخادمة أكثر من اتباطي بأمه صحيح حتى الكلمات تكون لغته ضعيفة صحيح وأضرار نفسية حينما ترحل هذه الخادمة مثل ما مثلت أنت وأيضا من أكثر الأضرار التي تنشأ ابتعاد عن أمه وعدم شعوره بالانتمال لهذه الوالدة وهذا أمر خطير جدا أنا أريد أن أعود وأن تقلت جانب شرعي إنسانية الخادمة رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم وليس في هذا عيب سلمان الفارسي كان دخل عليه أحد أصحابي وهو يعجن فقال تفعل ذلك يا عبد الله فقال أرسلنا الخادم فخشينا أن نجمع عليه عملين والربيع بن خثيم كان يقول عليك نصف العمل لخادمه وعلي نصف العمل وعلي كنس الحش رحمه الله مع أن خدمهم هم يعني مماليك وليسوا موظفين وهذه إشكالية أخرى يعني كثير من الناس يظن أن هذه أمة هذه موظفة عندك وربما أن العقود تنص على ساعات معينة من العمل وهي كما أشرت تقوم من أول النهار تصحي مع أول واحد يقوم إذا كان في كبر سن يقوم قبل الفجر ويحتاج إلى القهوة وتنام مع آخر واحد وهي ربما تكون الأمة التي نامت كل الصباح وقد استقدمت لأن البيت فيها أربع نساء لا يستطعنا أن يقومن بهذا العمل لثقله فتستقدم وتكلف في جميع هذه المهام هي إنسانة لا تتحمل مثلها مثلكم اللي أراه أنه أكثر الأمهات أو الزوجات عندما تشعر بحاجة للخادمة تكون متوجسة بسبب السمعة أنت أسمع عنه والله في السحر أو تأثير على الزوج فتكون متوجسة تضغط عليها الحاجة وتنظر للناس ويهون عليها والله الفلان جاء أحضر الخادمة والفلان والفلان خلاص انتهينا الآن نطلب خادمة حضرة الخادمة هي الآن في ذهنها لاحن الحمد لله لن نكون مثلنا مثل غيرنا إن الخادمة فقط نريدها تكنس وتغسل بالكثير يعني تأتي الخادمة وفعلا تجلس له مدة تكنس وتغسل بعد مدة والله تطلب منها حاجة في المطبخ والله رأت أن الخادمة أدتها تضعف نفسه حتى في النهاية يعني نعرف بيوتات للأسف الشديد أنه الخادمة هي الإعداد والأخراج للبيت كله يعني بل يصل ربما السوء أنه حتى الأعمال التربوية المتصلة بالأبناء يعني كأن الأم وهذا خطير بدأت تضيق بأولادها الطفل طبيعة ولو متطلبات يعني ولو أزعاجه في الأم خلاص كل ما يتها إليها الطفل إذا بالفلان إذا الطفل طبعا بعدين يختصر خلاص يعني ما يحتاج يجيستاذ من الأم يأخذ طريق الفلانة هذه وخاص أن الفلانة هذه قد بيشعورها بالذلة في أنها مستخدمة ولا راتب وتصبر نفسها بالقوة عليه يعني يرفع لسانه عليها وكذا لكن أمه ربما لا يكون صراخة أرفع عليه من صرخته أنا أقول لو كل أم وقفت شوي أو كل زوج وقفت شوي وتذكرت أول مشاعرها قبل ما تجي الخادمة وتذكرتها ثم الواقع قارنت بين الواقع الآن اللي يحدث وبين أول ما كانت تشعر يعني هي مثل ما اتفقنا كلنا يعني جاءت بها لتسد ثغرة معينة الأخطر من هذا كله أنا كثير ما أسأل في نفسي وأسأل بعض الزوجات عندما تكون هناك مشكلة أقول الأصل أنك أنت جلبت الخادمة من أجل أن تتفرغي لزوجك وأبنائك فهل حقا تفرغتي يعني يعني مشكلتنا أنه حتى هذا الهدف السامي يعتبره أنا سامي يعني بعض النساء تقول والله أنا أحسست أنه أخذني عمل البيت انهمكت فيه انهمك كبير كثروا الأولاد كثر البيت الداخل والطلع إلى آخره أنا انهمكت فيه فأصبحت الحقي ما أعطي زوجي حقه زوجي يمكن يرسل رسائل معينة يمكن يتكلم يمكن كذا طيب أنت الآن ممتاز أتيتي بالخادم والحمد لله سدت الفراغ هذا هل بالفعل شعرتي أنت أن الوقت الذي كنت تقضينه سابقا في عمل البيت أصبحت الآن تدخرينه للزوج وتدخرينه للأبناء هذا السؤال تجيب عليه كل زوجي أنا سأنقذ الأزواج شيخ يعني أنت قلت أن هذا متطلب سامي اللي هو استقدام الخادمة للتفرغ للأزواج للزوج والأبناء هذا جميل لكن ما رأيك شيخ إذا كان الزوج هو يرفض استقدام الخادمة هل تلح هذه الزوجة على الزوج من باب أنه أريد أن أتفرغ لخدمتك وخدمة الأبناء هو الأسوأ أنا أعتقد أن الزوج يقدر المصلحة يعني بعض الأحيان مثل ما قلت دوافع جلب الخادمة تختلف من بيت البيت أسوأ ما أراه أنا وأضيق به وجدت مشكلات كبيرة منه أنه يوجد شابين يعني زوجين حديثة يعاد بزواج ومع ذلك تطلب الزوجة أن يأتي الزوج بخادمة إما لأن أهلها اعتدت على وجود خدم عندهم ونحيتهم المادية كبيرة أو لأن تزعمنا تدرس وبدنا والله تقوم عني ببعض الأعمال أنا أظن أن البنت العاقلة الذكية بدل أن تفسد حياتها وتؤثر علي أقل ما فيه هذه الخادمة في هذا الوقت أن تذهب خصوصية الزوجين وضيقهم لكن والله جاءت امتحانة جاءت أشياء ممكن الزوجة تأخذ إجازة زوجية عندها لها أو اضطرت اضطرارا تأتي بخادمة أهلها لمدة معينة لو أوقات معينة لكن بعض الزوجات تقول تقول أنا وهذا خطير الحقيقة أنا ما طلبت منه يعطيني القيمة قلت أنا تحمل القيمة قيمة حضار الشغالة أنا أقول ليست المسألة في القيمة يمكن الزوج يعرف نفسه أنه قد تضايق هذه الخاتمة فإذا كانت الأمور الحقيقة ستؤثر على العلاقة الزوجية بمعنى أن الزوج كما يقول العامة تزن على الزوج بشكل كبير والناس جعبوا وليش عندما أنا حضر وكلهم أحضروا إلى آخره أنا أظن أن التفاهم يفترض أن يفترض الزوج يعني تستوعب ظروف الزوج سواء مادية أو معنوية أو نفسية والزوج نفسه أيضا لا أظن إن شاء الله إذا كان يعني هو زوج المسجمين إلا أنه سيراعي ظروفها سواء كانت مرضية أو وجود أطفال متتابعين أو شي يعني كأنكم تلمحون في أثناء الحديث أن قرار استقدام الخادمة قرار يحتاج إلى دراسة واعية بوضع الأسرة ماديا وتربويا وغير ذلك حتى حجم الأسرة أحيانا ونوعية الأبناء الموجودة واختلاف أعمارهم ورحلهم العمرية نحن نريد دائما نسأل أنفسنا هل القضية قضية ترفية أو حاجية أو ضرورية أحيانا قد يكون فيه طفل معاقفي داخل الأسرة والأم قد تنشغل معه أو رجل كبير في السن ونحو ذلك أحيانا قد تكون القضية فعلا ترف فأنها تريد أن تركب أو في السيارة ومعها عاملة تريد أن تسافر ومعها هذه العاملة تذهب إلى قصر الأفراح ومعها هذه المرأة التي تأخذ عنها هؤلاء الأبناء أنا أخشى أن يكون كثير من حياتنا مبني على قضية التفاخر ومن ثم يعني ليست القضية هي قضية أن شخصا يأخذ عني الأعمال بل نحن نجد الآن أن المرأة أصبحت أكثر كسلا أصبحت المرأة أكثر كسلا فهي في السابق كانت تقوم في الصباح المبكر وتعمل أشياء في داخل المنزل وترتب حياتها أصبحت الآن فعلا المرأة كسولة تنام إلى قرب الظهر وهناك بعض البلدان الخليجية يرون أن المرأة إذا نامت إلى قرب الساعة العاشرة فإنها لا تزوج ولا يتزوج منهم لأن هذه فتاة فتاة كسولة لا تحرص على بيتها وهذا صحيح فكيف إذا كان هناك عاملات يأخذنا عننا جزءا كبيرا من حياتنا ونحن لا نقوم بشيء منها لاحظوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة تريد خادما حفها النبي عليه الصلاة والسلام على شيء آخر بديل وهو الاستعانة بالله تعالى ذكر الله عز وجل نحن اليوم الأسب الشديد لما تقول لبعض الأخوات لا يزال بيتك صغيرا وعندك طفل واحد واخذي مساحة من الحرية مع زوجك في داخل منزل بدل أن تأتي امرأة غريبة ومع هذا وتنصح أيضا بأن تكون قريبة من الله تعالى وتجد نوع من اللاثقة بمثل هذا النص النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة ولا أدلكم خير من خادم إذا آويتم إلى فراشكما فكبر الله ثلاثون وثلاثين كبر الله أربعا وثلاثين وسبح ثلاثون وثلاثين واحمد الله ثلاثون وثلاثين استعانة فذلك خير لكما من خادم هي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن نحتاج إلى يقين في داخلنا بأن الاستعانة بالله توزيع الأعمال أن نأخذ نحن جزءا من هذه الأعمال لا شك أنه مهم ذكرت قبل قليل مسألة وهي إذا كانت المرأة بحاجة أنتم تعرفون أن الفقه نصه على هذا الأمر ليس هو تبرير وتصويغ لنا بقدر ما هو أن المرأة قد تحتاج أحيانا إلى عاملة في داخل منسل وقالوا إن كانت تحتاج إلى خادمة فإنها تخدم نصه عليها في المذهب وفي غيرها أيضا من المذاهب في مسألة لعلنا يا دكتور بس في فاصل ولا بدون فاصل فاصل معنا فاصل أنا عندي قصة الحقيقة بعد الفاصل تتركها بعد الفاصل جميل مشاهدين الكرام لعلنا نترككم مع هذا الفاصل لنعود إليكم بعدها والاستكمال حديثنا فانتظرون هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى مع حديثنا حول شغالتنا وكنا وقفنا دكتور علي عند قصة جميلة وأنا أقول لك تراما كاسي سما سما نعم نحن تعلم يا أخي حبا حبا رحت لأحد البلدان فتعلمت في هذه الكلمات ليس من الشغالات حتى الناس لا تظن بنسوءا لكن مسألة الثقة يعني مهما بلغنا من الانسجام مع العاملة إلا أن الثقة يمكن أن تنسف في دقيقة واحدة في مجرد حصول سرقة في داخل المنزل أول متهم هي الخادمة أي شيء يحصل في داخل المنزل الخادمة هي السبب هي قضية ثم هناك شيء يعني دائما كلما أشرح حديث إنما الأعمال بالنيات أتذكر الخادمات نحن نعمل أشياء وليس اتهاما للناس لكن أحيانا ليس لوجه الله إلا ما رحم ربك لما تأتي الخادمة تريد أن تسافر نبدأ بشراء بعض الأشياء الذهبية لها إما خاتم وإما سلسلة معينة ونحو ذلك نشتري لها بطانية لأهلها نشتري لها ملابس لعلها تتذكر مثل هذا الأمر حتى إذا رجعت إلى بيتها وإلى بلدها ما تصيبنا بالسحر واللي يمكن أخذت شيء معين قبل ما تسافر يحاول يشغلوها عن شنطتها ثم يبدأوا بعد ذلك بالبحث في داخل الشنطة وفي مخابئها بل تصل أحيانا بعض النساء أن تبحث في دقائق جسد هذه المرأة لا في مرأة متخصصة في هذا الأمر يعني ممكن في شعرة من الزوجة أخذتها قبل سنتين وحطتها في كذا لما نأخذ رسالة رسائلها لترسلها لأهلها نبحث في داخل الظرف ويمكن الآن اختراع بعض الأجهزة الدقيقة للبحث عن لعل رائحة من الرواح التي يعني أشياء ليس هناك ثقة الحقيقة في داخل المنزل ومع هذا نحن نحتاج إليها هل هو شر لابد منه؟ أنا أذكر امرأة اتصلت علي مرة وقالت لي أنه أنا حلمت حلم أنا لا أذكر بالضبط لكن كأنها تقول أنه كنت أمشي وجدت لي جدار في يعني كلمات طلاسم وكانت مدري الشغارة موجودة وشيء من هذا القبيل ولما قمت اليوم الصباح كنت متعبة جدا وكلمت على زوجي ونقلني للمستشفى وبعدين كشفوا علي قال ما فيك شيء يعني أوهام فأنا أتعبان وهنا مدري شلو أنا راح بالي مباشرة قدره طيب أنت خلال ثلاث أيام أربعة كذا جالسة مع يعني قريبت وتكلمت عن الشغالات وسحرها قالتي والله كذا قلت والله أنا أتوقع هواجز لا تعدو أن تكون بهذا الشكل يعني هو مشكلة دائم عندما يكون الإنسان بذهنه فكرة معينة ويسمح لها بأن تتطور وتكبر صحيح نحن نقول أنه قد يوجد ووجد بل وجد سحر وقد تكون بعض النساء تعبات وقد يكون بعض الأولاد تعب أثر سحر نحن نقول ينبغي على يعني الناس ألا يهملوا ألا يهملوا يعني أحد الأخوة له تجربة أنا ما أدري قومونا الأخوة حسب أنه يقول أنا وجهة نظري ألا يترك للشغالة مكان محدد معين يقول أنا تأخذ فراشة وتنام في مكان معين في البيت لكن أن يكون لها أجزاء كذا بحيث أن تظل همومنا دائم يعني تحوم حولها أخذت قالت فعلت سوت كذا حنا على استعداد مثل ما تفضلت يا دكتور إذا أرادت تسافر نشتري لها هدايا نشتري لها أشياء لكن ما نظل مسكونين بقضية اللهم بتيجها السحر أين نحن اسمح لي دكتور بخصوص السحر أنا جلس مع أحد الأخوة الثقات من أحد الجنسيات التي أحيانا ربما تتهم بهذا الجانب يقول أنه السحر أصلا مكلف والخادمات فقيرات التي يأتينا إلى هنا فالسحر مكلف وأكثر ما يوجد مع الخادمات هو من نوع العطف هي تسمى عن المآسية التي تعانيها الخادمات التي تتقدم إلى هنا فتأخذ شيئا لتعطف الزوج والزوجة لحبها وهذا يؤكد على أهمية ما ذكرت دكتور علي جانب التأهيل الشرعي أول ما تأتي فإذا أهلت وبيا لله تحريم هذا الشيء ربما هي أخرجت هذا الشيء الذي بعد فترة سيجدونه وتوقعون تعمل سحر لهم وهذا لا ينفي وجود حالات لكنه في الغالب هو من نوع العطف الذي يزال بالتوجيه ولكن حتى الحصانة الشرعية أنا مر علي واحد أرسلي رسالة لكن كان يعني خلال رسالته وهكذا فهمت من خلالها أنه كان مسجون بقضية قتل ما أدج طبيعة القتل لكنه جلس في السجن 17 سنة ثم خرج فيبدو كانت بنت الجيران فيها وسامة و شيء من هذا القبيل و كان هو حبه يعني عنده اتجاهها حبه و شيء من هذا القبيل هي قد لا تشعر لكن هو نفسه كان يريد أن يخطبها و كان باني له قصر يعني من هذا الأمر و جاءت قضية السجن و قطعته و خلال لما خرج وجد أن الفتاة تزوجت و أنجبت عدد من الأبناء فهو حنق حنق شديد جدا كما يقولي في الرسالة و ماذا صنع يقول لي أني رحت و حاولت أني أخذ بعض الأشياء من البيت اللي هم فيها و رحت لساحر في أحد دول شمال المملكة و يعني تعهد لي مبلغ أنه يسعر يقول بعد مدة رجعت قال لا أستطيح أنه كل ما حاولت وجدت أنه صاحب البيت يذكر الله سبحانه وتعالى يقول ذهبت إلى ساحر في أحد شمال أفريقيا نفس الصورة الله الله يعني فعجبت سبحان الله عجب ذكر لي اسم الشخص الشخص أحد الناس لهم جهود في الخير والدعوة و كذا و هو من خلال أنا لا أعرفه شخصية لكن من خلال ما أعرفه رجل يعني عنده روحانية عنده كذا فسبحان الله يعني هناك أشياء كنت أسمعها أنا أنه الحصانة الشرعية تمنع وصول هذه الأمور لكن أنا هذا الأمر يعني وقفت عليه بنفسي من خلال ما كتبوا لهذا الشاب لتواصل معي فترة من طريق رسائل إنما أقول يعني حتى لا نضع في نفوسنا دائم مخاوف وأشياء سواء عندنا شغالة أو ما عندنا شغالة لأنه أحيانا يجي السحر ليس من شغالة يعني والآن للأسف الشديد يعني بين حين وآخر الجهات المختصة تقبض على ساحر وأمور أحيانا تكون الزوجي للأسف الشديد وإن كان هذا والله الحمد نادر وقليل جدا لكن بينه وبين زوجها مشكلات فتأتي أو يضحك عليها باسم عطفة أو شيء من هذا القبيل أو تزوج عليها زوجها وتريد أنها تفرق بينه وبين زوجته تغريها صديقة أو تغريها شيء يعني أمر بهذا القبيل فالحصانة الشرعية لها أهمية كبرى في هذا المجال أنت تكلمت على حصانها أستاذ عبد الرحمن كيف كيف نحصنها هل بالأشريطة نشتري لها أشياء بلغتها من المصاحف تأهيل الخادمة نعم أحد الأخوة يقترح يقول له في مراكز تأهيل تأهيلها شرعيا وحتى تعلمها بطبائع البلد وطبائع المجتمع عندنا وأيضا تأهيل نفسي وتأهيل تعليمها على الطبخ والعمل في البيت مكاتب الجالية أظنها تستقبل وقسامها النسائية تستقبل الخادمات هناك نقطة أريد أن أشير إليها في علاقة المرأة بالخادمة بعض النساء تستخدم الخادمة يعني توظفها في عمل استخباراتي يعني حينما يذهبون إلى أحد الأقارب تطلب منها أن تحضر لها المعلومة الفلانية من خادمة هذه العائلة وهذا أمر يعني كبير وخطير جدا شرعا يعني وهو من التجسس المنهي عنه أريد أن أخرج من الخادمة إلى السائق ثم نعود مرة أخرى السائق يعني يأتي أحيانا بزوجته أو بدون زوجته ومن المشكلات والأشياء التي تؤلم في موضوع السائق أنك تجد السائق أحيانا يعامل بلا إنسانية فتأتي إلى بيت من البيوت أو تمر بجانب هذا البيت وتجد السائق بعد صلاة العصر واقف عند الباب ثم تأتي بعد العشاء وتجد السائق في نفس المكان تسأل لأن العائلة الكريمة هم زوار عند هذا البيت وهو ينتظرهم متى ما خرجوا حتى ولا يعرف متى يخرجون ألا يسبب بالإمكان أن يخدخل هذا السائق ويجلس في الملحاق أو في مجلس الرجال أيضا جانب صلاة الجماعة يعني أحيانا في وقت الصلاة تخرج العائلة ويذهب يذهب الأب والأبناء إلى المسجد لكن العائلة تذهب برفقة السائق وكأن السائق مباح له التخلف عن صلاة الجماعة أيضا في موضوع الأكل والشرب أحيانا في المناسبات تحضر المناسبة وتجد مجموعة من الإخوة السائقين وهم إخوة لنا وأحباب تجدهم خارج هذا المكان ولا يدخلون للأكل مع الناس ربما يتذكرون في النهاية ويدخلون على فضلة هذا الطعام أنا أعرف سائقا كان يعمل هنا ثم رجع إلى بلادي فالتقيت به في بلدي فرأيت الرجل له وزنه وقدره الدعوي هناك وقيمته في الجمعية التي يعمل فيها مع أنه سائق هنا وقد يكون أهين في بعض الأوقات وأخذ أماكن كثيرة وبالمناسبة السائقون يملكون ملفات كثيرة عنه ذلك هم عندما يلتقون يعرفون أسرار الأسرة والمرأة وبناتها وأولادها ويعرف أن البنات يشربون الدخل أنه هو الذي يشتري لهم هذا السائق يعني حيانا قد يستخدم هذا السائق في أشياء لا يحمد عقبها في شيء مهم جدا في قضية السائق وهو السائق وعلاقته بالشغالة بعض الأخوة يقولون أصلا هم من جنسيتين مختلفتين ولذلك لن يفهموا بعض أظن لغة الشيطان لغة ما تحتاج إلى لغة الإشارة نعم لذلك يتفهم فيما بينهم ويستطيعوا يعني الوصول إلى أشياء لا يحمد عقبها بعض الأسر تجعل الخادمة تذهب في الصباح مع البنات والأولاد من أجل إيصالهم ومدارس ثم يرجعهم بعد ذلك السائق والزائقة الأب يمكن في العمل والأم أيضا ذهبت إلى عملها وأصبح في جو مفضوح وأنت هذا السائق الآن رجل ذكر وأحيانا نحن نوفر له في غرفته من أجل يعني رحمة وشفقة من جميع القنوات الفضائية التي تثير الجدار فضلا عن إنسان ويرى مشاهد مثيرة جدا ثم تريده أن يكون قمة العفة وقمة الاحتراهم والدقدير أبداه في اليم هذا شيء فيه يعني فيه تناقض عجيب جدا ولهذا بعض الأسر يعني تتساءل دائما هل نعطي الخادمة جوال ولا لا نبقى نطمئن على الولد هل حصله في المدرسة ولا ما حصله فهل نعطيها ولا لا أنت إيش رأيك دكتور عبدالله والله قضية الجوال يعني أنا اللي ألحظه هنا الأسر تحاول مصادرة جواله الشغالات وما يتصل فيها لكن الشغالات يجبونه من تحت الطابل أحيانا وهذا مشكلة يبقى يعني إذا ما في قناعة عندها تبقى مشكلة يعني والتفتيش والتنقيب المستمر وما يترتب عليه من اتهامات يبقى لأنه بعض الأحيان أصلا إذا ذهبت الشغالة مثلا مع العائلة تعرفت على شغالات وخريات بدأوا يثقفونها ببعض الثقافات ويعرفونها على بعض الأشياء تبقى هذه الأمور والأهل لا يعينهم يعني هذه الأمور محتاجون إلى لكن أنا أرجع لقضية السائق وتعقيبا على كلام الأخ بوسيات أنا أظن مشكلة الناس لقوا السواق أحسن لهم نعيالهم يعني الأم إذا قالت الولدها ودني قال بكرة بعد بكرة أحضر لنا كذا بعدين طبعا أنا للأسف الشديد ليس جيدة لكن يكاد يكون هو الواقع لكن الشغال السواق تحت الطلق تحت الطلق قلت الغراغم يعني تصور مثلا بعض الأمها تقول ولدها مثلا أبغاك توصلني للسوق تنتظرني نص ساعة يقول ما عندي استعداد أكثر من عشر دقائق ما عندي استعداد السواق أجل الساعتين وهم انتظرها يعني اشترون بلا لكن بشكل عام فيه نوع من اللطف يعني في التعامل بشكل عام اللي أراه هنا في لطف من التعامل والسواقين هم أنفسهم يبدوا متكيفين مع الوضع هل التكيف مبرر الخطأ شيء؟ ليس هو مسألة خطأ أنا في ظني هو أصلا من جاء مكيف نفسه على أنه سيكون ظل صح التعبير مع العائلة هذه وكونوا بالسيارة أنا في ظني ليس نوع من الإهانة يعني أنا جواء حار يا شيخ ولا يسمح له بأن يبقى في السيارة لا هو أصلا هذه حالة نادرة عفوني شيخ ترى أنا مثلا أعرف أو سمعت حتى أكون أكثر دقة لكن بسند يبتصل إن امرأة يعني مجرد ما يوصلها تخليه قف للسيارة و يطيها المفتاح و يقف هذا يعتبر حالة شاذة و غير جيدة إطلاقا يعني لأنه حتى هو نرجع من قضية سوء التعامل و كيف يحمل الإنسان في نفسه و قد يتعمد إفساد الأسرة و قد يتعمل الإساءة إليها لكن نحن عندما نتكلم عن عامة الأسر يعني هذه الأمور هم يرون قد يعرضون عليها مرة مرتين و يرون لا أنه ماشي بهالشكل ذا فيبقى الأمر بصورة لكن ما أدري أنتم الآن ستبقون في السواق و لنرجع لنرجع الخادمة لأنه أنا أرجع بالنسبة للخادمة السواق طبعا لو أرد أنا اللي مر عني من المشكلات المزعجة في الموضوع هو اعتمانه على الأطفال يعني لا أزال أذكر أكثر من قضية تصلت علي فيها يعني الأمهات أنه مكتشفوا أنه قد يكون مبادي تحرش لا أستطيع أن أقول تحرش كامل لكن مبادي تحرش يعني ظهار أشياء معينة أو تفريج الطلاب على أشياء الأطفال على أشياء معينة أو ظهار أن هذه نوع من اللعبة أو كذا أنا في ظن أنه من الجيد أن يكون الأهل على نوع من التنبه الشديد لمثل هذا الأمر وإذا كنت يعني كثير ما أقول للأهل سارع مبكرا على تنبيه ابنائكم في هذه الأمور لأنهم قد يطلعون أو يطلعهم أحد على بلوتوث قد يطلعهم أحد على حتى يمس مثلا عوراتهم أو يحاول التحرش فيهم بأسلوب أخرى إذا ما كان عندهم هم في الأصل نوع من التنبيه والتحذير قد تنطلع عليهم الأمر يظنون أنها لعبة وخصم أطفال في سن معينة يعني ماذا يرجع الخادم أو لا عنده كنت أنا عندي في السائق طيب فضل بسيط ونغلق ملف السائق مع خطورته طبعا لكن هذا الملف الذي فتحته وعلاقته بالأبناء فعلا نحن نركز عليه وينبغي للأسرة أن تكون فطنة جدا في هذا الموضوع أنه كثير من الأسر أو بعض الأسر حتى نكون أكثر دقة وقعوا أبنائهم في شراك هذا السائق ويعطيهم من الصور الغير جيدة حتى البنات بلوتوثات وحتى البنات أيضا وأنا أعرف سائقين كثير بحكم أن إمام مسجد وأجلس معهم وأعرف بعض الأشياء يعني يحكون أشياء غير جيدة وأعرف سائقين يقول يعني يلزموني بشراء الدخان لهم وهم بنت في مرحلة جامعية ولا يدري عنهم أبوهم ولا شيء فيصبح هذا الرجل يعني يستخدم مثل هذا الأمر لهذا يعني نحتاج حتى أن نعرف نحن الأحكام الشرعية في الخروج مع هذا الرجل الأجنبي هذا رجل سائق لا يكون ضغط المجتمع أو ضغط العمل هو الذي يجعل الأحكام الشرعية تتكيف بناء على امرأة تخرج مع رجل أجنبي هذا لا يجوز شرعا وهذه الأحكام الشرعية ينبغي أن لا نضعها في خلفنا لأنها تخالف أهواءنا هي الشريعة حاكمة ومهيمنة علينا تخرج امرأة لمسافة أحيانا بعيدة أو حتى أحيانا في داخل بلده لكن مع هذا السائق وأحيانا نتكلم معها بكل أريحية إذا كان عربيا وتبدأ يعني أحاديث من هنا وأحاديث من هنا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحمو والذي لا يأتي إلا في بعض الأحيان لزيارتهم فكيف بالشخص الملازم القريب من هذه الأسرة المرأة يجب عليها أن تتق الله والرجل ينبغي أن يكون غيورا على عرضه وأهله وأن يكون للزوج دور أيضا في هذه المرأة في قضاء حوائجها بدلا أن تكون هذه المرأة كل ثقالها يحملها هذا الرجل وهذا الزوج طريف الأمر أنه سواء على مستوى السائق أو الخادم في شكل أكثر أنه الأهل قد يرمونه أو يرمون الشغالة يعني بالغبأ يعني لكن الشغالة إذا اجتمعته وصديقاته رموا الأهل بالغبأ بالغبأ فكل واحد يرمي وبالفعل يعني قد يبدي السائق أو تبدي الشغالة أنه فعلا ما تفهم أنه كذا وهذا المصلحتها لأنها كل ما يعني أوضحت له أنه تفهم أكثر كلفوها أكثر في إظهارها أنه ما تفهم وتبدي استغفال قد يساعد هذا لكن أنا أؤكد على أنه لا يعني وجود غفلة أو استغفال أنه بالفعل أنه غبية قد تدرك وتفهم وتفهم رموز وإشكالات أنا لا أستطيع أن أخرج بعض أسرار يعني بلغتني أشياء خطيرة جدا من نفوذ الشغالات ولذلك أنا يعجبني بعض من لديهم شغالات أن ما تسمح للشغال بدخول غرفة النوم مثلا تبقى غرفة النوم لها خصيتها وعدم السماح لتكلف المرأة نفسها وما كنت أريدا أقوله أنه تبقى الأم الحقيقة أقل الأحوال أقل الأحوال يعني زيادة على الأعمال التربوية التي ينبغي أن تقوم بها هي وتباشرها بنفسها سوى عد بعض الأمور التي يمكن أن يتسمح فيها في تنظيف الأطفال وغيرهم لكن بالنسبة للأعمال التربوية مهمة كذلك قضية الطبخ وما يتصل فيه لأن كونة تقدم الزوجة هي الطبخ مثلا ما يتعاون للمزوجة على وجود يعني تبقى أنصح التعبير الذوق الذي تتميز فيه نعم شعور الزوج بأن زوجته مهتمة فيه في هذا الجانب الأولاد أنفسهم هذا هو أهميته لكن عندما تكون مثل ما ذكرت يعني إذا كان الناس يتكلمون عن فساد الذوق في أشياء كثيرة أنا أقول لأسف الشديد الخادمات أفسد أن الذوق كان الناس يعودون على قهوة بذوق معين وطبخ بذوق معين أصبح الآن الذوق واحد تساوت الأمور في هذا الجانب ما يجعلنا نعيد النظر الحقيقي فيه أشياء كثيرة هو بعض الأزواج أصلا هو رافض فكرة أن الطبخ تتولها الخادمة فأحد الأزواج من هذا النوع لما أكل غداء وأعجبه الطبخ فقال الله يخلي لي إيديني اللي سوت الغداء فقالت الزوجة لا تخسى قالت شلون كيف قالت الشغالة هي اللي سوت الغداء طيب أنا مانعك كل يوم أدعيلها عجيب نعم في جانب آخر يا شيخ وأنت ذكرت الجانب الشرعي وهو مهم في العلاقة بين الأثنين لأن العلاقة تنتهي يوم للأيام فلا تجد هذه الزوجة هذه الخادمة لتستبيحها منها موضوع الراتب في نهاية الشهر ورسول صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقال نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيام وذكر منهم رجل استأجر أجيرا ولم يوفيه ثمنه وهناك كلمة جميلة نقلها الأستاذ صالح العثيم في كتابه السيدة الجديدة أو سيدة البيت الجديدة الخادمة ما لها وما عليها يقول أن أحد القريبات تقول تتكلم عن خادمتها الله يغني كل واحد مننا عن الآخر أخذت مالي وأعمالي فتقصد بالمال الراتب وتقصد بالأعمال إما أنها تتجنى عليها أو تكلفها فوق طاقتها أو أنها تغتابها وهذا الجانب مهم أظن كثير من العوائل وبعض العوائل استباحوا موضوع غيبة الخادمة وهي وهي لها إنسانة ومسلمة ولها غيبة ونميمة قد يأثم الشخص بذلك المخرج يشير إلى أنه بقي دقيقة ونصف فهل تأخذ جزءا منها ويأخذ أبو جابر الجزء الآخر ليختم الحلقة زاك الله خير أنا الحقيقة ونبه على أمرين هناك دراسة أسترالية صينية أثبتت بأن المرأة عندما تعمل في بيتها وتتحرك فإن نسبة إصابتها بسرطان المبيض ضعيف وضئيل جدا ووجد من خلال الدراسة على 900 مرأة صينية كانت لديهم عاملات أن نسبة وإصابتهن بمرض السرطان سرطان المبيض خاصة عالي جدا لأنهم راكدات كسولات وإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها فإن المرأة التي لا تقوم من أهول النهار تفقد هذه البركة إضافة إلى هذا الكتاب الحقيقة فيه بعض اللطائف الأشياء الجميلة اسمه الوسائل الفعالة للاستغناء عن الشغالة فنحن كمان تحدثنا عنه على أنه شيء واقع الآن في بيوتنا لنفكر أن في يوم من الأيام يمكن أن نستغناء عن هذه العاملة في داخل بيوتنا أو من لم يستقدمه والذي لم يستقدمه وليس بحاجة إليها لا يدخل بيوتها وخاصة إمرأة تزاكر الله خيرا دكتور أيهاك دكتور عبد عزيز طبعا الكلام يطول لكن أنا من المشكلات التي تأتي بين حين وآخر وود أني أنبه عليها شكوى الأمهات بالذات أو الأخوات حتى تقول أخوي أحسن بينه وبين الشغالة مثلا علاقة أو تقول أم رأيت الشغالة خلسة وبينه وبين ولدي حركات أو شيء من هذا القبيل التسامح الحقيقي بوجود الاحتكاك بين الشباب والشغالات قد يحدث مثل هذه الأمور وكوننا أيضا ننبه أولادنا من الأصل ونبني عندهم بعض الجوانب ونجعلهم نفسيا ليست المسألة أننا نراقبهم وإن كان هذا جزء من الحياة لكنه ليس هو أساس التربية التربية تنبع من الداخل يربى فيها الشاب على هذا الأمر أما بالنسبة للبنت كذلك يعني خرج لنا مجموعة من البنات قد تكون ما تعرف أي شيء لأن الشغالة موجودة إما لأن الأم بطيبة تريد أن تفرغ البنت لدرستها ولا يعني تنشغل وراء هذا الأمر الذي تستطيع الخادمة أن تقوم به وإما أن تكون البنت أصلا تكيفت على هذا الوضع من يوم الصغيرة وشغالة قيمة لكن أنا أهمس في أذن كل بنت الحقيقي وكل أم أنه من المهم أنا أعتبر دورة تربوية يعني قيام البنت على البيت أنا لا أقول أنه يفترض أن البنت تقوم بكل أعمال البيت ولا أن تعمل حتى ترهق لا لكن يكون لها نصيب من العمل حتى تجيد يعني حياة الزوجية مثل ما أشار الدكتور مبكر يعني لهذا الأمر جميل أزاك الله خيرا دكتور عمي وإياكم الله أزاك الله خيرا دكتور عمي شكرا ومقدر لكم أيها المشاهدون الكرام نأمل أن نكون قد ألمحنا المحات إلى أشياء مهمة في العلاقة بيننا وبين الخادمة أو بين سيدة البيت وسيدات البيت والخادمة كل ما نرجوه ونأمل من الله عز وجل أن نصل إلى أن تكون الخادمة تعود إلى بلدها بانطباع جيد ونفس راضية وعقيدة سليمة لم يبقى إلا أن نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أعماق الروح تحيا أحرفها بالحب نديا نسجيها همسة ضياء لسارين أعز هدية آية ذكر رتناها قمضة مشكات نبوية حكمة رأي جلسة شوى في بوستان نصحبه يا سكان الدار هلوم هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر